بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضر لكم حلقة جديدة من حلقات كناة خطبيتي تاليوتيوب. سويرس. نجيب سويرس يعني بعد بفرض نفسه على الساحل يومين اللي فاتوا. وبدأ اتكلم عن نزول العمال. ولو حتى اضطروا ان هم يباتوا في الشغل. يا اخي انت قلبك ايسي اوي اخي. يعني هم يباتوا في الشغل وحضرتك تبات في بيتكم على سريركم. بتعد الفلوس وبتعد الارباح وبتعد الانتاج وبتشوف الحصيلة كامل. وهم يعين ما لوحوش لبيوتهم ولا يشوفوا مراتاتهم ولا ولادهم ولا اسراتهم ولا يشوفوا صحيتهم ولا يخلي بالهم منهم. يا ده انت غاحد قوي. طب هو رحوتك ده على مصر بس ولا كمان بصلت للسويد. ما شاء الله بيت انترناشنل يا سامح. ايه احجي جمالك بس كده? ايه يا عم نجيب? مش بالشكل ده? ده انت يا راجل بتقول بعض من نسانك ما صليتش اللي مرة واحدة في حياتك وطلبت ان الازمة دي تنشال وتنزح. وطبعا ده انت تبقى انسان برد قوي. كل ده ما صليتش وكنتش كمانا عايز تصلي في الازمة اللي احنا فيها. يا راجل ده كل الناس دلوقتي بدأت تصلي. انت يا فاكر نفسك يعني ايه يعني? ما علينا. عمنا نجيب سويرس دخل كمان عالسويد. يعني هو مش بينتقد بس اللي هنا. لا بينتقد السويد. هو مش انتقاد. يعني هو تقدر تقول خد اصوقه من السويد ان هي الناس ما عملوش حزرة جوال. قال لي بقى في تويتر. ده نجيب اللي قال من سيكسب السويد ام العالم? السويد بلد العلم وجائزة نوبل رفضت عمل اي حزرة جوال. او تعطيل عمل او اي شيء من هذه القرارات التي تجري كل الدول العالم اليها. لمحاربة انتشار فيروس كورونا. كررت ان يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية دون تغيير. يا سلام سلم على مخك البلالان. يا بحر العلم. يا ترعة المفهومية. يا فيلسوف الحمير. ده لفيلسوفك يا عمدي. ده انت قلبك جاهد يا شكل. بشكل يا اخي. ايه ده? طب انت يعني ده السويد اللي بتعمله بس ولا فيه قرارات تانية كانت عملتها سويد جميلة جدا. كفاء المرتبات اللي بتدهن الناس. كفاء الاجهزات اللي بتدهن الناس. كفاء عدد ساعات العمل اللي طبعا تقريبا نص عدد ساعات العمل اللي انت بتعملها مع موظفينك وممالك. طيب نسكن بقى لحد كده? لا. السويد دخلت التحدي. وقبل التتحدي نجيب سويرس وردت عليه في موقع السويد بالعربية. على تويتر برضو. تقريبا عن نفس التغريبة بتاعته. قالت ايه? اهلا بكم. صحيح انه من مبكر الحكم على اجراءات السويد والدول الاخرى. وصحيح انه لا يوجد حظر تجول في السويد. لكن عبارة الناس كلهم في الحياة اليومية العادية دون اي تغيير غير صحيحة. طبعا دي العبارة اللي قالها سويرس في التويتر للفوق. وقال بعض التغييرات زي توصية اه وزارة الخارجية يعني الموقع ده بيقول برضو في بعض التغييرات اه زي التوصيات اللي قالتها وزارة الخارجية السودية بعدها مصفر المواطنين خارج البلاد حتى منتصف شهر يونيو. يعني من ابريل واليونيو. وما قبل ابريل كمان. اه الا في الحالات الطريقة. ويكون كلا من كبار السن والفئات المعرضة للاصابة بعزل انفسهم طوعية. وكمان ممنوع الزيارات تماما لدور المسنين. هو ده اللي ردت عليه السويد. ما تحطش دماغك في دماغ السويد ولا السويد لو حطت في دماغها في دماغك هتبقى قصة كبيرة. خليك على قدك كده وخليك انت اي نعم ملياردير? وكده وما بنشوفش منك خير ولا عمال صالحة يا اخي في اخر ايامك ده انت خلاص قربت على كام? تقريبا داخل على السبتين سبعين قصدي. ما علينا ربنا يديره تطل عمر. لكن يعني احرمنا من لسانه. واللي خلاص تقريبا الدولة بدأت دلوقتي رفع الحظ من الساعة سبعة خليته لحد الساعة تمانية. يعني وفي بعض قويت كده بتقول ان الامور شوية شوية هتخف وهتبقى صداح مداح. يلا بقى كده هتزيد. والله المعرف اقول عنك ايه انا جبسة هو يا رس. منه له جاي رايح منه له. وضوام الحال من محال يا صاحبي. والطمن يا عالم بكرة يمكن نطلع عليك احنا الصدقة. لأ يعني عم طويل مش قصل الصدقة اللي انت يعني لأ طبعا يعني ممكن تخسر وممكن تبهدل اللي وممكن شركتك تقفل اللي وممكن في لحظة بحالة تقلب. وتلاقي نفسك الصدقة واجب عليك. انا بشكركم جدا واتمنى يا رب يكونوا في فيديو عجبكم. نسوش سبسكرايب واللايك والشير يا جماعة افعلوا الجرس واختاروا شعاره كله دي مهم جدا. شكرا اللي يكون كان معكم هاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقفل يا كابتن حرقة يلا خلاص كده.